الرئيس السيسي يوجه بمنح الرخصة الزهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة شهور رئيس الوزراء يترأى سبتمع مجلس المحافظين وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتغريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي موافقته على منح الرخصة الزهبية لجميع من تقدمه بالحصول عليها لمدة ثلاثة أشهر وأكد الرئيس السيسي في مداخلة له اليوم خلال افتتاح المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة على استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة إبدأ مشددا على أن هدف الدولة تشجيع رجال الصناعة وطمئنتهم والوقوف بجانبهم وأكد الرئيس أنه حريص على الاستقرار في كل شيء معربا عن اعتقاده بأن التحديات والأزمات تولد الفرص في حال امتلاك الإرادة والاستعداد ولا تولد العقبات كما يتصور الناس وأشار الرئيس السيسي إلى أنه سيتم صرف حوالي تريليون جنيه على مبادرة حياة كريمة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع ممثل رابطة رجال الأعمال القطريين المزيد في التقرير التالي التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثل رابطة رجال الأعمال القطريين وذلك على همش مشاركة سيادته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء سيادته معهم في الدوحة مؤخرا بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين مؤكدا سيادته حرص نصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة كما أشهد السيد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية موضحا سيادته في هذا الصدد ما توفره المشروعات لأملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس والذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية من جانبه أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عن تشرف أعضاء الرابط من رجال الأعمال القطريين بلقاء السيد الرئيس مجددا وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك مؤكدا التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين وقد أكد السادة الرؤساء وممثل الشركات القطرية عن ترحبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك وكذا تعزيز التواصل بين ممثل القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين ترأس اليوم الدكتور مصطفى مبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين بحضور عدد من الوزراء وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الآليات المتبعة لمراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانتباط بها مشددا على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار والمضاربة أو الاحتقار وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية وأشار مدبولي إلى أنه سيتم دخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ بالتنصيق بين المحافظات وكل النأم من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للكوات المسلحة والداخلية بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين تنفيزا لتكليفات الرئيس السيسي شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من المعهد الصحي للذكور دفعة لقيب شهيد سعد إبراهيم عبدالجواد والدفعة الخامسة من المعهد الصحي للإناث دفعة رقيب شهيد مصطفى العزب خانيل العزب وذلك بحضور الفريق سام عسكر رئيس أركان حرب الكوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة الكوات المسلحة وقام القائد العام للكوات المسلحة بتقريد أول خريجين نأموط الواجب العسكري من الدرجة الثالثة الذي صدق على منحي لهم الرئيس السيسي تقديرا لآدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء